وفي أسياق ذاته تأثر أداء بورسة عمان سلبا في الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به المملكة وارتفاع الأسعار وإعلان الحكومة أخيرا عن توجه لتعديل قانون ضريبة الدخل بورسة عمان تمر حاليا في فترة صعبة في ظل تراجع أحجام التداول حيث وصلت اليوم إلى ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار وهي الأقل منذ شهر كانون الأول من العام 2016 إضافة إلى تدني مستويات أسعار الأسهم حيث لم يستطع المؤشر العام تجاوز حاجز المقاومة وضعف عمليات البيع والشراء وأرجع محللون ذلك إلى عدم وجود سيولة استثمارية حقيقة في ظل غياب الأخبار الاقتصادية الإيجابية وعدم استقرار التشريعات والتي أثارت تخوفات لدى المتعاملين في البورسة من المواطنين والمستثمرين وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار وأعلى مساهمة قطاعية كانت للقطاع المالي بنسبة 56.59% وأصناع ثانيا بنسبة 28.92% وثالثا الخدمات بنسبة 14.5% وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2136 نقطة بانخفاض طفيف وقطاعيا انخفض للخدمات بنسبة 37% واستقر للصناعة وللقطاع المالي انخفض بنسبة طفيفة